موسيقى موسيقى السلام عليكم اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة بصحة والراحة وحشوني جدا وحشوني قد الدنيا من بارح للنهاردة بس فعلا وحشوني جدا بصوا بقى النهاردة هنعمل وصفات جنن يعني حلوة جدا فاكرين الوصفات بتاعت التواجن والحاجات الجميلة والحاجات الرائعة اللي كنا عملناها بالموترالة والكوسة والمش عارف ايه والزبادي يعني شوية وصفات لا يعلع عليها النهاردة نفس الموضوع هنعمل وصفات حلوة جدا سجلوا وسجلوا وسجلوا لانها هتعجبكم جدا وصوروا بالموبايلات وانا هنشرحها لكم لانها حتى شرحها بسيط جدا والشغل اللي فيها بسيط اكتر واكتر واكتر وهتعجبكم اكتر بصوا بقى هنعمل كبسة كنا نحبها طبعا كبسة بالفراخ كمان هنعمل وهبسطها لكم جدا هتبقى سهلة قوي يعني كأننا بنعمل شوية رز هنعمل كمان معاها شوية من المحشي كده حلو محشي فلفل بس بطريقة زوزو هتبقى رائعة جدا وهنعمل صلطة بسلة هيلة تجنن مفيدة جدا للاطفال لينا ممكن نعتبرها غداء كامل شوية فلفل كده احمر ومعاها شوية من البسلة البسلة اللي هي الجلبانة يعني عايز اقولكم نهارده وصفات كلها رائعة نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم اول وصفة عندي اللي هي الكبسة بصوا الكبسة منقسمة لتلات اجزاء مش فيها شغل لتلات مرات لأ هي توابلها بنقسمها لتلات اجزاء اول جزء عندي تتبيلت الفراخ اللي هتبل الفراخ بتاعتي واخليهم نص ساعة في التلاجة قبل ما اعمل اي حاجة وبالما حضر الحاجات بتاعتي عبارة عن ايه طيب تتبيلت الفراخ عندي عندي فراخ بالجلد بتاعها طماطم مبشورة عندنا بصل مبشور او ناعم مهم يكون معايا ناعم جدا مفروم ناعم جدا كزبرة ناشفة اللي هي الكزبر اليابس كمان عندي خل التفاح وكركم ملح وفلفل اسود فقط لا اقل ولا اكتر هتبل التتبيلت دي مع الفراخ وخليها ادي ايه هخليها نص ساعة في التلاجة ضروري جدا نص ساعة عشان الفراخ بتاعتي تتشرب ليه بحط فيها كزبرة ناشفة الكزبرة الناشفة بتخلي للفراخ طرية جدا يعني من الحاجات اللي بتحافظ على طريان الفراخ هي والزبادي واللبن الرايب الكريمة دايما احنا متفقين على الكلام ده والروز ماريل انها بتفتت الانسجة فتخليها طرية جدا وبتحافظ على الميا اللي فيها نيجي بقى مثلا الخلطة دي عايزكم تنزلولي المقادير بتاعتها ثلاث مرات معلش عانوا معايا شوية النهاردة كمان عندي عشان بس الناس بقى فهمها انا بعمل ايه بعد كده بعد اما بتبل الفراخ بتاعتي ببتدي اعمل ايه اول ما تبلهم متعدل نص ساعة هاخد حلة كده فيها شوية تكون النار عليها متوسطة واقوم عمل عليها ورق لورة ارنفل حبهان ارفع واد وصلصة طماطم واقلبهم اول ما تطلع الريحة مع شوية زبدة وشوية زيت اول ما تطلع معايا الريحة بتاعتهم انزل بالفراخ اللي انا متبلها اصلا بقالي نص ساعة في التلاجة حلو دي كده خلطة الفراخ اشوحهم على النار تشويحة حلوة وبعد كده انزل بايه انزل بالميا بتاعتي الشربة بتاعتي لو عندي شربة تمام بس ويا كده كده الفراخة اتعمل لي شربة لوحدها نقول مين هنة هنة يا هنة اهلا وسهلا الحمد لله ازايك يا قلبي انا بحبك قوي ده انا بحبك قوي قوي قوليلي عندي كم سنة يا هنة عندي عشرة عشرة العمر كله ان شاء الله يعني المتحانات خلصناها صح او عملت ايه قوليلي كانت الحمد لله كانت سهلا ايوة بقى ايوة ايوة دي الاخبار الحلوة والجميلة والرائعة اللي تجنن يا رب ينجح كل الولاد قوليلي عايزاني اعملك ايه او تسألي على ايه انا عايزة الكاب كيك والدونت عيني الاثنين اتنين مرة واحدة خليلي رقمك سبيلي رقمك مع مرمورتي وهي هتكلمك وهتتواصل معاك من عيوني يا سلام ده انا اتشرف كده اهو طب بلت الفراخ بتاعتي بالشكل اللي انتو شايفينه ده نص ساعة حلو؟ بعد النص ساعة هايزوزو طب انا هعمل ايه يعني هسيبها كده اكيد لا امش هسيبها كده هعمل ايه الحلوة بتاعتي نار متوسطة شوية من الزيت اهو حلو وشوية من الزبدة زبدة عادية جدا شوية كده وشوية كده حلو؟ اهي هعمل فيها ايه واسيب شوية زبدة وزيت لإيه للرز انا لسه ما جيت لكوش عند الرز وما اتكلمتش عنه يعني الرز ليه تتبيلة معينة بس انا واخدها معاكم خطوة خطوة عشان نبقى كلنا عارفين الدنيا فيها ايه وازاي بنعملها حطيت التتبيلة بتاعتي في الفراخ وغطتها خليتها نص ساعة خدت حلة فيها شوية زبدة وفيها شوية زيت هحط فيها شوية حبهان شوية قرنفل اللي احنا قلنا قرنفل حلو جدا واتنسوش مشروب القرنفل اللي كنت قلت لكم عليه ضروري جدا هفكركم به بس اعمل لكم دول وحط اعواد القرفة بتاعتي ورق اللورة اهو حالا وحط شوية من الطماطم وخليهم يتشوحوا وهيسيب الطماطم لفضل عندي مش هرميها طبعا واسيبهم اول مرحتهم تطلع معايا انزل بالفراخ بتاعتي على طول بالتتبيلة بتاعتها مادام نادية سلام عليكم وعليكم سلام سلام لالا كديرا لبس عليك الحمد لله شفارك كديرا لبس عليك اللهم لك الحمد الله يبرك فيك اللهم لك الحمد من المغرب اه من المغرب اهلا وسهلا لالا تشرفنا من مدينة دار بيضاء وعيشة بمصر مرحبا والف مرحبا بحالي زعما يعني بحالي تقان بحالي 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 رحب بك الجنوني عنها الله يبرك فيك امري لالا بغيتنا ندير اي حاجة بغيتك حبيبتي تقولي لي الطريقة بتاع البسطيلة من عيوني من عيوني تقامري طيب بصوا بقى طبعا انا اشرح لكم مكلمة المدان من المغرب وعايزة طريقة الفستيلة تمام مرمورة فهمتها طبعا اكيد اهو حطيت التتبيلة بتاعتي بتاعت الفراخ ورق اللورة الحبهان القرنفل والطماطم وعواد القرفة وصبتها تتشوح شوية صلصة طماطم يتشوحوا مع الزبدة اول مريحة بتاعتهم تطلع هنزل بالفراخ طيب انا عايز اعمل حاجة كمان في الحلة التانية حطيت شوية زيت اهو وهنزل بشوية من ايه من الزبدة برضو ضروري جدا الكمية بتاعتي بقسمها ما بين الحلتين الاتنين اللي انا هشتغل فيهم الرز بتاعي يكون رز بسمتي او رز مصري برحتي خالص بس يفضل انه يكون معايا بسمتي الحبة الطويلة يعني اللي هي بيبقى معانا حلو جدا دايما بقولكم الرز المصري يتغسل كويس جدا ويتنقع في مياه مغلية الرز ده هننقعه نص ساعة في مياه مغلية بحيث انه ما ياخدش معايا مدة ساعة طويلة ياخد معايا حوالي عشرين دقيقة ويكون الرز بتاعي الساعة الرز كل الرز بيختلف من نوعية للتاني فلازم ناخد بنا من الحتة دي ضروري جدا الحلة التانية اللي حطيت فيها الزبدة وحطيت فيها الزيت هنزل فيها بالكاجو يعني مش لازم تعمله كاجو وسنوبر انا عاملة كاجو وسنوبر الطبيعي بتاع الكبسة بس احنا ممكن نعمل فول سوداني ممكن نعمل لوز ممكن نعمل عينجمل ممكن نستغنى عنه خالص نهائيا ومجرد اننا نعمل حاجة واحدة بس اللي هي ايه اللي هي الرز بتاعنا ومكعب من المرأة او مرأة عندي وخلاص جدا هتغنيني وتكفيني بصوا بقا هنا الريحة طلعت هسلنا بقا حتى التوابل بتاعتي او المكسرات بتاعتي راحتها تطلع وهنزل بالفراخ اهو الفراخ وكل تتبلتها وخليها اقفل عليها وخليها تتشوح شوية حلوين شوية حلوين قد ايه يعني نقدر نقول عشر دقايق نشوحها بالشكل ده وبعد كده ننزل بالمية بتاعتنا ننزل بالمية ونزل بباقي الصلصة بتاعتي هنا عندي برضو المكسرات تعالوا كده بصوا عليها اهيت حمصة معايا وبقت حلوة وجميلة في الزيت والزبدة في خليط الزيت والزبدة هنزل عليهم بايه هنزل بالرز حل اهو نزلت بالرز بتاعي خلوني انزل بيه كده اهو طبعا عايز اقول لكم مغسول حلو جدا متصفح حلو جدا نشف حلو جدا زي ما انتوا شايفين واضح كمان الامهات والبنات اللي بيدخولوا المطبخ وكمان الشباب مش البنات بس في ناس كتيرة جدا محبين للمطبخ برجالة وستات فالناس اللي تخش المطبخ هتعرف ان الرز ده مغسول حلو جدا من المسكة في بعضه عايز اقول لكم بيبقى مفلفل بيبقى حلو جدا ده المنظر بتاعه اهو زي ما انتوا شايفين بيبقى بالشكل ده هخليه دقيقة اية فلفل بس انا هعمل حاجة يعني اختصارا للوقت طبعا انا محضر لكم كبسة اختصارا للوقت انا بوريكم الطريقة ازاي عدت ربع ساعة على الفراخ بتاعتي وهي بتتشوه هعمل ايه هنزل بالمية المغلية هنا بالشكل ده بعد ربع ساعة من ما هي تشوهت معايا هنزل بالمية بتاعتي طيب نزلت بالمية وخلصت وزبطت الدنيا وخلاص وكل حاجة اهي هاخد من المية كده وقرب الحلة دي وابتدي اسقي من المرأة اللي عندي الرز عشان اخد اللون الاسهر واخد التوابل انا مبزودش توابل هنا عايز اقولكم هيبقى حلو جدا لولا سلام عليكم وعليكم السلام ازايك يا لولو الحمد لله يا رب دايما يا قلبي وليلي يا حبيبي امري انا عايز اعرف طريقة الدونت من عيوني الاثنين مرمورتي ممكن ننزل الدونت بليز شكرا اه الباستيلة والدونت وفي حاجة تانية طلبتها البنوتة فكريني بليز وكابكيك اوكي شكرا كل الوصفات اللي بتطلبوها تنزل كده انا مرأت الرز بتاعي بالزبط اهو بنفس المرأة واخد نفس الطعم ونفس التتبيلة ونفس الريحة والباستيلة بتاعت الحوت اهي موجودة او اللي هي السمك الحوت اللي هو السمك هغطي الرز بتاعي وهوطي عليه النار على اوطح حاجة هسيبه ويغلي مع نفسه اول ملاء المية دي نشفت معايا تماما اول ما المية بتاعتي تنشف تماما هقوم مقلبها تقليبها هنشوف ده طبعا مع بعض دلوقتي هنا الفراخ بتاعتي برضو اهي في السوس بتاعها بتستوي هقفل عليها وخليها تستوي على اقل من مهلها تاخد لها حوالي 30 دقيقة بعد 30 دقيقة هناخدها هنحطها صنية وندهنها بشوية لمون وعسل لمون وعسل اهم عصير لمون وعسل ندهنهم مع بعض نخلطهم في خليط مع بعض وندهنهم على الفراخ وندخلها الفرن تاخد لها اللون الاحمر الدهبي وقدموها بالف صحة وراحة هتبقى معاكم احلى 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 ممكن كبسة تتخيلوها كبسة فراخ طيب انا فاضلة هنا بس الصلصة بتاعتي هنزلها وكل اللي انا هعمله هطلع فاصل وهرجع لكم على طول قدامنا محشي حلو جدا يعني هنعمل محشي فلفل بوسوا بقى الناس اللي ما بتحبش توابل الكتيرة والناس اللي ما بتحبش الحاجات الكتيرة جدا اللي هي بتتعب لنا المعدة وفي ناس كتيرة جدا متحبش زيوت كتير ومش عارف ايه هنعمل وصفة بالمحشي طعمها يجنن وفي نفس الوقت ايه مش متعبة للمعدة نهائيا خليكم معنا فاصل ونرجع لكم على طول ارجعت لكم بين الفاصل تعالوا معايا قبل ما نعمل اي حاجة واريكم الرز بتاعي بعد ما بينشف بيبقى شكله ايه اهو الرز بيبقى بالشكل ده اول ما يبقى معايا بالشكل ده تقليبة بسيطة عايز اقول لكم بيبقى حلو جدا طعمه رائع 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 بصوا اللون بتاعه اساسا انا مضيق اه على نفسي اه اللون بتاعه بيبقى هايل ومكتسب طعم حلو جدا مكتسب لون حلو جدا بس كده كده بقى يا زوزو كل اللي احنا هنعمله ايه كل اللي احنا هنعمله اهو هحطه على النار الشمعة اللي هي اقل حاجة عندكم كأنكم بتسوي الروز المصري بالزبط نيجي كمان مش بس كده لأ نيجي للفراخ بتاعتي عدي عليها الوقت عندي اتنين اختيار لو انا عايز اكمل سواها في الفرن اكمل سواها في الفرن عادي جدا احطها وحط عليها شوية سوس من تحت وخليها تكمل في الفرن زي ما انا هعمل دلوقتي انا بحب في الفرن ان بحس انه بيخليها هشة جدا ونفس الوقت فيها طعم الشوي عايز السنة لحد اما تستوي نهائيا وبعد كده اقوم حط عليها السوس بتاعي او الخليط بتاعي براحتي خالص كده كده انا هحط عليها الخليط اهيل فراخ بتاعتي بالشكل ده والشربة دي ايوة وترموها ممكن تعملوا بيها حاجات كتيرة جدا 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 فوق ما ممكن تتخيل انا هعملها بالشكل ده ونشوف بسم الله بصوا الشربة اساسا عاملة ازاي يعني عايز اقول لكم تعملوا بيها اللي انتوا عايزينه شربة رائعة تجنن تتشرب كده شوية صنع صفور ونتقلها بمية او نخففها بمية مش نتقلها سوري تتخفف بشوية مية تبقى معاكم حلوة جدا وتجنن اجي بقى للعسل والليمون اهو راح اطوهم مع بعض بالشكل ده وملعق وملعق بس كده عسل وايه ولمون اهو العسل هيفك هنا اللمون بيديني مزازة والعسل بيديني لون دهبي عايز اقول لكم رائع هتشوفوه دلوقتي حالا مع بعض ده هيبقى معاكم حلوة قوي 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 فوق ما تتخيلوا اهي كده وانزل بالعسل بالشكل ده وطبعا الفرن نخليه شغال على درجة حرارة مية وتمانين بصي بقى نصيحة لو عايزة اسوي الفراخ اشويها او اسويها وتفضل معايا طرية جدا ده خلف تطبيلة بتاعتك يا كوزبارة ناشفة يا روزماري يا امة لبن رايب او كريماء او حليب الحاجات اللي انا قلتلكم عليها دي احلى حاجة ممكن تخليلك الفراخ بتاعتك حلوة جدا وطرية ومش بس كده لا الفرن دايما عندك هنا الفراخ بتاعتك طول ما هي بتستوي اول ما نخرجها ما نعديش مبدئيا 20-25 دقيقة الفراخ بتاعتي لازم تطلع ان الفراخ تسوية بتاعتها الطبيعية 20 دقيقة لو تعدت العشرين دقيقة خلاص يعني انا نشفتها كويس جدا والانسجة انا مصيت او متصيت منها المية كلها فبقت معايا نشفة قوي كمان في بوينت حلوة جدا او نقطة مهمة جدا لازم نتكلم عنها دايما احنا عندنا اعتقاد ان الاكل اول ما يطلع من الفرن لازم احطه على السفرة لأ نهائيا خصوصا في اللحوم اللحوم بالذات خصوصا الدواجن اي نوع دواجن بط او حمام او فراخ لازم اول ما تطلع من الفرن اغطيها طبق فويل سلوف استراتش احط عليها حاجة وحط عليها حتة قماشة كده زي بتوع المطبخ زي دول وانا نشفة بس مش دايريكت لي عشان مش على طول عشان ما حطش الفوطة على الفراخ طبعا هي مستوية اعملها عليهم كده اكتمها حلو جدا فلما بكتمها حلو جدا ايه اللي بيحصل معايا اللي بيحصل معايا حاجة واحدة اني بكون حفزت على المية اللي جواها خمس دقايق يعني استنيها معايا خمس دقايق في الساعة بتاعتك غطيها خمس دقايق وبعد كده قدميها هتفضل سخنة معاك هتفضل محافظة على السخنية بتاعتها وهتبقى معانا رائعة جدا اول ما نقطعها هتلاقي العصارة بتاعتها فيها عكس انك لما تحط الفراخ بتاعتك على طول لما نحط الفراخ على طول والسكينة نضربها فيها على طول كده انا خليت المية اللي الانسجة محافظة عليها كلها تهرب وتجري وهتلاحظوها لو خدتوا الفراخ وقطعناها مرة واحدة وهي لسه جاية خارجة من الفرن او من على النار وتفرق ايا كان هتلاقي المية بتجري منها زي الشلال فده مش صحي جدا هتولي بقى الفلفل يا جماعة سحر يا سحر اهلا وسهلا ألو ازايك يا سحر انا بشبك جدا انا بموت فيك جدا 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 عندي كم سنة يا سحر طيب انا ممكن اعرف طريقة الفرايد تشيكن هقولك الفرايد تشيكن بس انا عايز اعرف الاول اه انا عايز اعرف الاول اه انا اطلخبط يا اميرة ثواني انا عايز اعرف سنك كام او الاول عندي اتناشر اتناشر بص يا سحر انت عارف ان انا اول ما طلعت على سي بي سي صفرة قلت انا هخلي البنانيت الصغيرين يتفرجوا على برامج الطبخ بيني وبين نفسي والقريبين مني طبعا الدائرة المحيطة بي وكلهم قالولي مفيش بنت صغيرة هتسيب التلفزيون الافلام والكارتون انتو مش عارفين بتتفرج على برنامج طب قلتولهم اتحداكم والحمد لله بيكي وكل البنانيت الجمال اللي بيتفرجوا فينا قدرت احقق ده انا بموت فيك وبموت فيكو كلكو جدا 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 فلفليتي انت بصوا بقولوا ها الله عليكو الله عليكو فلفلي في الحلة اهو طيب فلفلي شويناه نص شوي يلا طبعا انتو متشوهوش شعلوا بقى لمقادير المحشي الرائع لي جنن مقادير المحشي بتاعتي عبارة عن رز مصري عادي جدا مغسول ومنقوع نص ساعة انا مصممة اه نص ساعة عشان ما ياخدش معايا وقت طويل في السوا اصل سوى الرز غير سوى الفلفل الفلفل وانسيني احطه عشر دقايق هيبقى خلاص فك معايا انا مش عايزها مهري كمان عندي طماطم مفرومة ناعم جدا مربحات زغانطوطة خالص من غير اشرة بصل مفروم ناعم او مبشور عندي كمان نعناع جاف عندنا صلصة طماطم عندي مرأة وده اساسي جدا مرأة اي مرأة عندك لحمة خضار فراخ اي حاجة عندك عندنا هنا بقدونس ممكن تحطي كسبرة ممكن تحطي شبت يعني بس البقدونس هيبقى احلى حاجة وهناخد كم طماطمية كده يفضل الطماطم الكرازية الصغيرة جدا هي اللي هتبقى معايا حلوة جدا هنحتاج في التطبيل لملح وفلفل اسود فقط لا اقل ولا اكتر والنعناع وهاعتمد على طعم الخضار بتاعتي هيلي هتديني الطعم كمان عندي المرأة هيصاحبها حاجتين اتنين يعني دايما نقسموا المقادير عشان تبقوا مرتاحين شوية زيت وشوية طماطم او صلصة طماطم هتبقى معاكم حلوة قوي بصوا بقى كله على البارد مفيش تسبيك والكلام ده والحاجات دي لا 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 خالص الرز اهو اهو بالشكل ده كده حطيت الرز بتاعي اهو مغسول منقوع نصف ساعة بعد كده فوت المطبخ اللي انا مخصصها خصيصا للرز تمام حطتها نشفة جدا نضيفة غسلها ومذبطاها حطتها وحطت عليها الرز بعد اما تصفها من المياه كويس جدا عشان ينشف معايا ويرجع كاني لسه جايباه بس الحباية بتاعتي بتبقى طرية معايا جدا لو اشتغلت بيها على طول هتبقى يا الله رائعة البصل اهو مفروم الطماطم ضروري نشل لها القشرة ما تبشروهاش مش عايزها مبشورة خالص النعناع المجفع في ده سر الخلطة دي يا جماعة النعناع بيديكي طعم خرافي خرافي بمعنى خرافي شوية بقدونس ممكن نستبدله بالشبت باللي احنا عايزينه وعلى فكرة ما تتقيدوش بالفلفل ممكن نعمل تنجال ممكن نعمل كوسة ممكن نعمل طماطم ممكن نعمل بطاطس ممكن نعمل قرع عسلي كل ده ممكن يتحشي اي حاجة ينفع خلقها ربنا ينفع نحشيها براحتنا خالص زي ما احنا حبين وصلصة الطماطم كده الملح بتاعي حل وناخد الفلفل كمان انا فيها جنستها خالصة الفراخ بتاعتنا نبص عليها بص ايوة هي ابتدت يعني بصوا بتاخد لها وقتها هتلاقوها عارفين زي اللي حكايتلي حنا كنا بنشوفها في الافلام الفراخ اللي هي لونه احمر ودهبي وحلو قوي او الديك الروم اللي بنشوفه لونه احمر متغلف كده هو ده السري يا جماعة العسل واللمون بيديها طعم حلو قوي ان شاء الله نشوفه مع بعض والرز بتاعي اهو روان يا روان سلام عليكم اسمعيني من التليفون يا روان عشان اعرف اسمعيك انا كمان طب كلمينة تانية قلبي بصوا بقى الرز بتاعي اهو يعني الرز الساوى وزي الفل خلاص شايفين اهو كده انا الرزاية بتاعتي اعرفة الساوى اتمنين لما ايجي اعملها كده اهي تقسمت في ايدي على طول يعني مفيش الرزاية وانس ان انا بحطها في ايدي بعمل لها كده حتى ما بتطقش بتتقسم في ايدي على طول مش بتحتاجها في ايدي اي حاجة حفاظا على انه ما يلزقش معانا بنفض الحلة على جنب خلينا نطفي النار كتير جدا على قدم ما هو الجو برد قوي بس عايز اقول لكم هنا دلوقتي النار عاملة حرج كتير قوي قوي شديد اهو هاشيل دول ونكمل المحشي طيب خلينا نغطي الرز عشان يفضل محافظ على سخنيته ونيجي للمحشي حطيت نعناع حطيت نعناع مجفف بقى دونس مفروم ناعي بصل مفروم ناعم جدا بصل مفروم ناعم جدا ملح فلفل اسود ورز وهقلبهم مع بعض شايفين لا زيت ولا اي حاجة ما تحطي ليش اي حاجة يا مادام بليز يعني جربوه بس جربوه كده يعني مش هتخسروا اي حاجة لانه فعلا حلو قوي حلو دي الحشوة بتاعتي اهي الملح طبعا والفلفل اسود حسب الرغبة عايزة تضيفي حاجة ضيفي لي خضرة بس هتديكي طعم رهيب يعني طعم ما فيش زيه بصراحة طيب هنا عندي الخلطة التانية الخلطة التانية عبارة عن ايه عبارة عن صلصة طماطم وكمان عندي هنا الشربة بتاعتي انا واخد هنا شربة فراخ وهاخد بصوا قد ايه زيت ما يعادل معلقتين بس لا اقل ولا اكتر مش عايزة اكتر من كده اكلة خفيفة مليون في المية بس حلوة جدا وطعمها حلوة تحدى اي واحدة تقول لي لا يا زوزونا عملتها وما عجبنش طعمها هتبطلوا تعملوا المحشين اه متسبك ليه طعم طبعا وليه رونقه وليه حاجات بتاعته بس بصراحة جربوها وفتكروني هبتدي احشي الفلفل بتاعي ما كبسوش كويس جدا هعمل دايما حساب ان الفلفل او المحشي الرز بينفش معايا فلازم اخليه بالشكل ده ناخد دي والرز ليه فضل عندكو انا مش مع الناس اللي بتفرز بصراحة الرز بتاع المحشي وهو معمول خلاص وانس انه دخلته مية هينفش هينفش مع نفسه حتى لو مع الوقت تبقى الحبية طرية اول ما جي اسويها هتعجن معايا ومش هتبقى لطيفة نهائيا فبلاش ممكن اسويه جنبهم كطبق اضافي جنبهم اه في رز في المحشي وحط طبق رز مش مشكلة اسويها هيبقى معاك حلو جدا او عملي المحشي وسويه نص تسوية وبعد كده كل اللي انت هتعمليه هتحطيه في الفريزر تحفظي عليه وقتا ما تحبيه تطلعيه عادي جدا هاشيل بس ده وناخد سكينة زغنطوطة اهي طماطم ليه اهي الطماطم عشان اعمل فيها كده هقطعها كده كل ما كانت اصغر كل ما كانت احلى معايا واحلى 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 نحطها بالشكل ده ونجيب الفلفل واقفل بالطماطمية كده بالشكل ده حلو وابتدي ارس ما اعملش اي حاجة تاني اقفل بالطماطم كده وخلاص هخلي دي اكبر واحدة ولا الهناك اهي حتى منظره شكله الطماطم دي بتنزل عليه عسارة رهيبة يعني بيبقى طعمها حكاية بس كده كده انا خلصت خلينا نقطع منها هاجر يا هاجر اهلا وسهلا كلمينا تاني يا قلبي بصوا بقى اهي ايوا كده كده عندي المحشي بتاعي اهو هنزله على النار بالشكل ده وهنزل عليه بالشربة بتاعتي طبعا احنا كلنا عارفين الشربة هنعملها شوية شربة وشوية من السلسلة الطماطم وشوية من الزيت بسيط جدا احط الشربة بتاعتي واسبها تغلي واقفل عليها بس كده لا اقل ولا اكتر ما اعملش فيه اي حاجة تانية على نار متوسطة مش هادية قوي متوسطة عشان نلحق برضو الغدل العيال كل اللي انت هتعمليه 30 دقيقة في الساعة بتاعتك وطلعي الفلفل شليه وهيبقى عندك احلى اكلة في الدنيا فاصل وارجع لكم على طول عشان نقدم السلطة او نعمل السلطة ونقدم طبقنا كمان خليكم معنا رجعت لكم من الفاصل طبعا الكبسة بتاعتي اهي موجودة والمحشي كمان جاهز تفرجوا انتوا بقعا الكبسة كده الاول وبعد كده ايه اقول لكم انا هعمل ايه طبعا الكبسة بيبقى شكلها عايز اقول لكم حلو جدا طعمها حلو جدا 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 رائعة تجنن تنفعكم لديوفكم تنفعكم لتغيير الاكلات يعني عايز اغير زي انا من الاكل بصراحة وبنزه من عماين الاكل فنحاول نعمل حاجة مبسطة سهلة في نفس الوقت طعمها حلو جدا واختلاف الاولادنا لبيوتنا هيبقى معكم موضوع حلو قوي المحشي بتاعي بعد اما بيطلع بيطلع بالشكل ده هقدموا مع ايه قدموا كده لان نقدموا مع شوية زبادي ونحط عليهم شوية توم كده يبقوا حلوين جدا زي ما انا هعمل دلوقتي اهو شوية توم وشوية زبادي كسوس عليهم رائع خليني اعمل كده بس اهو طبعا انا بعمل كده بس عشال البولة زغيرة لازم تدربوها بالشكل ده الحد اما تنعموا الزبادي مايبقاش مكالكع معانا نهائيا اهي حل بس كده طيب عندي كمان صلطة حلوة قوي طبعا الزبادي ده هقدموا مع المحشي اهو بالشكل ده بسم الله ايهو كده نستغل زي العادة دايما حاجة من حاجة ناخد ده هنا ونحط ده كده وبسم الله اقفلوا دانكم اقفلوا دانكم عليها ونحط المحشي بتاعنا بالشكل ده عندي بقى صلطة يعني يا سلام عليها صلطة حلوة جدا شوه المحشي مشاهي اعملوا بقى انتو كوسة بتنجان اي حاجة انتو عايزنا وريحتو حكاية تعالوا للصلطة الصلطة احتاج فيها بسلة تكون مسلوقة في مياه مملحة بسيط جدا فلفل احمر انا واخده هنا مشوي عشان اختلاف الالوة ممكن نعمل اصفر ممكن نعمل اخضر يعني الطعم هتلاقيه بالفلفل بس انا حطت احمر عشان ادي الوان للصلطة بتاعتي كمان عندي دورة الحلوة عندنا عواد بصل مفروم اخضر نفرومه ناعم جدا عندنا شبت عندنا عصير لمون عندي ملح فلفل اسود اعشاب مناسمة بقدونس وهاخد شوية شوية من زيت الزتون او زيت عادي براحتكم خالص بس انا هاخد زيت زتون بصراحة احط هنا اهو بالشكل ده والفلفل فلفل نقطعه كبير نشويه نقطعه كبير وحلوة جدا الدورة بتاعتي الوان عارفين الالوان دايما بقولكم السلطة كتروا فيها الوان موضوع بيبقى لطيف جدا اهو بالشكل ده بس شفتوا وصفات سهلة وبسيطة وعندك صفرة كاملة متكاملة غذاء متكامل صحي جدا طعمه يجنن يعني ولا اروع مفيش حد يقدر يقولك عليه عليه بم او تلتة التلاتة كام هيبقى معاكي حلو قوي عصير اللمون بتاعي والاعشاب المنسمة بتاعتي وهاخد معاهم زي ما قلتلكم هطعمها بنقطة زتون ده اختياري ممكن نلغيه خالص براحتكم خالص يعني انا حطيت مايو عادل تقريبا مقدار معلقة كبيرة مليانة ونزله على الصلطة بتاعتي ادخلها التلاجة تسقع عليها شوية حلوين وتبقى معايا الصلطة بتاعتي مشكلة وجهزة حلو جدا اقدمها بقى في كاسات اقدمها في طبق اقدمها في سلطانية كبيرة في بولاد صغيرة في طبق صغيرة هي دي بتاعتنا احنا تاليا سلام عليكم اهلا يا تاليا ازايك يا تاليا اخبارك ايه عملنا كويس في الامتحان صح ازايك تا الحمدلله يارب دايما وليلي يقلبي عايزاني عملك ايه بعد لأ انا بمودشيك و بحبك وبعشائك بعد جدا انا بحبك جدا جدا هاتولي تاليا هاتولي تاليا اههههههههه انا بحبك اوي قوي 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 اه اعمل ايه اعمل ايه اعمل كويسة انا كويسة أوليلي عايزي أني أعمل لكم أي حاجة؟ طيب كلمينا تاني يا تاليا آهو سلطة بتاعتي بصوا ألوانها أساسا عاملة إزاي؟ يعني ها بصوا لو مش حابين تعملوا الحاجات دي بجد يعني فعلا حلوة قوي أفكار كتيرة جدا أفكار حلوة جدا بحاول على قدم مقدر أحاول أنوع لكم وشكل لكم في الأطباق في ألوانها حتى دايما إحنا عندنا المثل بيقول أمش في الدنيا كلها المثل ده موجود العين بتاكل قبل المعدة فلازم طبقنا يبقى شكله حلو لازم اللي إحنا بنقدمه يبقى طعمه كمان حلو فأنا بحاول أدخل ما بين الطعم الحلو وما بين الأكلة الحلوة كشكل وكمضمون وككل حاجة بصراحة عشان يبقى معاكم الموضوع لطيف في أفكار كتيرة جدا لتقديم السلطات طبعا ممكن نعملها بأي شكل إحنا عايزينه براحتنا على الآخر زي ما إحنا نحب آه طبعا آهو يعني لازم نعملها بالشكل اللي يليق بالناس اللي إحنا بنعملها لهم الناس ممكن تكون أنتي ممكن تكوني بتحطيها لطبقك أنتي مش لازم ناس غريبة يعني مش لازم ضيوف جايين عندي ممكن أنا قاعد ونفسي عايزة أفتح نفسي على الصفرة وأنا باكلها أحضر لنفسي طبق حلو جدا أحضر لبيتي طبق حلو أحضر للناس اللي بحبها طبق حلو أبقى مبسوطة وأنا بعمل حاجة حتى لما بص عليها حتى لو ما كلتهاش هتبقى حلوة مبسوطة بيها مش لازم أعمل كل الاطباقة دي مش لازم أعمل كل الكميات دي ممكن أعمل اللي على قدي يعني زي ما إحنا بنقول لبس قدك يواتيك يعني اعمل اللي إحنا نقدر عليه نعمل اللي إحنا متوفر عندنا أنا قدمت صلطة أفتحتي هعدلع فيها وزين فيها هطلع فاصل وهرجع لكم على طول عشان نتكلم ضروري جدا أديكم شوية نقط حلوين جدا لو عملناهم ضمانوا أن الرز أو الفراخ هيبقوا معانا حلوين جدا ولا هيعجنوا مننا ولا الفراخ هتنشف مننا خليكم معانا رجعت لكم بعد الفاصل طبعا قدمنا الصفرة بتاعتنا والأكلات الحلوة بتاعتنا بس عايز أتكلم في نقطة مهمة جدا قبل دايما هنقولها كمعلومة مش كنصيحة لأن في الأور في الآخر أنا بستفيد منكم وأنتم بتستفيدوا مني بنحاول أن نشارك معلوماتنا مع بعض لا أقل ولا أكتر الرز أو الفراخ كل واحد لي حاجة ما ينفعش نسويهم مع بعض مرة واحدة لأنه كل واحد لي تسوية معينة نبتدي بالفراخ الفراخ زي ما قلت لكم هرجع أفكركم عشان تبقى معايا طرية جدا لازم في التتبيلة بتاعتها تكون فيها يا كوزبرا نشفة يا روزماري يا أم لبن رايبي يا أم حليبي يا أم كريمة دول حاجات معينة ضروري جدا أننا ندخلها في الفراخ بالذات في التتبيلة أي إن كانت نوعها وجنسها لسبب واحد لأنها ما ينفعش ما ندخلش الحاجات دي ونطلب إن الفراخ بتاعتنا تبقى مسكة نفسها أو تبقى طرية معايا لأ ما بتبقاش طرية خالص بتبقى نشفة معاكم ما بتبقوش فاهمين السبب ليه التسوية بتاعتها مش لازم نعدي لعشرين دقيقة خمسة وعشرين دقيقة الماكسيموم لو أنا عايزاها ما حسش إن فيها مية وهتبقى معايا حلوة جدا السلء بتاع الفراخ هياخده من ثلاثين لخمسة وثلاثين دقيقة غير الشوي الشوي حاجة والسلقة حاجة لازم نعرف نفرق ما بين الحاجات دي عشان الفراخ بتاعتك ما تطلعش نشفة كمان أول ما تطلع من الفرن لو هي مشوية أو من على الشواية أو من على الفحم غطيها اكتميها بالبخار بتاعها خمس دقايق وبعد كده أطعيها عملي فيها اللي انت عايزاه بصحة والراحة نيجي بقى للرز الرز عندي مختلف الأنواع بتاعت الرز يعني بتتراوح تسوية بتاعتها من عشرين لخمسة وثلاثين دقيقة لأربعين دقيقة لخمسة واربعين دقيقة يعني بنلعب من رقم لضعفه من العشرين للأربعين كلما كانت حبيت الرز معايا لونها غامق جدا كلما التسوية بتاعتها زادت كلما الرز زايا اغمقت كلما التسوية زادت يا جماعة كل الرز وليه تسويته وليه طرقته وليه الشكل اللي هو بيحبه وليه الحاجات اللي بيحب يخش معاها فبالتالي احنا بنستسهل عشان الرز عندنا رز عادي جدا الرز المتوفر قدامنا بنعمله وانا واحدة منكم على فكرة زي زيكم يعني انا الرز المكسر ده او اللي هو الرز المصري بعمله في كل حاجة تتخيلوها حتى ممكن ادخله في الكبسة لو انا عايزة اغير اكل ومش عارفة اعمل ده فكل اللي احنا هنعمله خليني الاول شيء هنتم اطمئة دي وقعت كل اللي احنا هنعمله حاجة واحدة اننا هنحاول نحافظ على قد ما نقدر على تسوية الرز ونقعه اهم من كل حاجة النقعة بتاع الرز عندي ضروري جدا عشان الرز يبقى معاك كويس الرز المصري اللي احنا بنستعمله كتير جدا واللي العالم تقريبا بيستعمله اغلبية الرز المصري النقعة بتاعه 20 دقيقة او نص ساعة في مياه مغلية يستحسن انها نص ساعة في مياه مغلية عشان تسهل معايا سوى الحبة فلما اجي اسويه ما ياخدش معايا وقت كتير ما ياخدش معايا مياه كتير ما يعجنش معايا اهم ما في الرز اننا نغسله كويس ننقعه في مياه مغلية حلو جدا لحد اما ايه لحد اما ياخد نص سواهي في الرز زاية تفك معايا تمام بعد كده اخده وارجع تاني اديله زي الصدمة اني بنشفه نهائيا على فوت نظيفة كدا وخليه ينشف ما يبقاش فيه اي حاجة بعد كده اطبخ بيه زي ما انا عايزة هيبقى معاك حلو جدا وعمره ما هيعجن معاك كده دي كانت المعلومات اللي عندي النهاردة كل يوم ان شاء الله حاول افيدكم بمعلومة مش نصيحة هرجع اقول لا هي معلومة من الحاجات اللي انا استفدت بيها برضو عملنا النهاردة سلطة من السلطات الرائعة جدا والصحية جدا والناس الفيجيتاريان هتنفعهم جدا جدا يعني الناس نباتيين هتبقى معاهم حلوة جدا سلطة البسلة والفلفل الرائعة جدا ممكن نغير اي نوع فلفل احنا عايزين محشي الفلفل اللي مش هيتعب لنا معدتنا خالص وبعد اما ناكل نندم احنا كناها ليه والكولون والمعدة ومكتومة وخلاص وهنام لا خالص هيبق معاك يتعم ورائع جدا مميز جدا وخفيف جدا ممكن تعمليه في كل انواع الخضار اللي انت بتحب تحشيها او بتفضلي تحشيها كمان عندنا الكبسة بتاعة الفراخ الرائعة جدا واللي طعمها حلو برضو هرجع للنقطة فيها ان المكسرات مش لازم ومش عنصر مهم ممكن احط فول سوداني ممكن ما حطش خالص على حسب المتوفر عندي وعلى حسب الموجودة عندي في ناس كتيرة جدا بيبقى معاها وما بيبقاش متوفر عندها فول الكاجو او السنوبر او 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 فبتعملها من غير فعادي جدا وفي ناس بيبقى ممكن يكون متوفر معاها فهي نسبة وتناسب لا اقل ولا اكتر فاحنا نختار اللي نسبنا احنا الكمية اللي تناسبنا احنا وبصحة والراحة شوفكم في حلقة جديدة وبصحة والراحة في رعاية الله موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة